الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وعصيلة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس نزلا يتنافس فيه المتنافسون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شركة شهادة تنفع العبد يوم لا ينفع مال ولا بن وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود والكرم والجود أول من تفتح له أبواب الجنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي تنطبع فيه المنون عباد الله إنكم في هذا اليوم تبسمت وضحقت لكم الدنيا أرضها وسماؤها شمسها وضياءها صمتم شهرا كاملا وقمتم لله شهرا كاملا ثم جئتم اليوم إلى مصلاكم تكبرون الله ربكم على ما هدكم إليه من دين قويم وصرات مستقيم وصيام ولله الحمد ولله خكور котором chям frères et soeurs je vous recommande ainsi qu'en moi-même la fiété et le point de craindre Allah Allah est avec ceux qui le craignent aujourd'hui ce moment vous assure vous avez jeûné et veillé en prière pendant un mois et vous êtes venu aujourd'hui à ce lieu de prière أجل أكلمت بكثيرًا لك يجب أن تساعدت للمسكين في إلغاء ربكية للجمونات ومن يساعدت لكم ومن أغلقق ونحن لمسكين أبدا الله أعيشتاء أم المؤمنين أعيشتاء الله وعن أبيه أن سعد بن أحيشان سألها فقال يا أم المؤمنين أنبئيني يعني أخبريني أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يريد أن يتخلق بأخلاق من بأخلاق حبيب الله بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل أقرب المقربين إليه زوجته عائشة زوجته عائشة رضي الله عنها فقالت أليس تقرأ القرآن؟ أليس تقرأ القرآن؟ قرأنا القرآن لمدة ثلاثين أو لمدة شهر تسعة وعشرين يوم في رمضان وكذلك نقرأه بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى أليس تقرأ القرآن؟ قال بلى طبعا أقرأ القرآن فيه مسلم لا يقرأ القرآن؟ قالت فإن غلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن رواه مسلم دابري عائشة رضي الله عنها سعد ابن إحشال لأنتروجة en disant او مرد y croyant informe-moi sur le comportement du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم regardez cet homme qui s'intéresse à la tradition et la plus grande tradition du prophète c'est le comportement il veut savoir comment il était le prophète et pour cela il va demander à la personne la plus proche de lui عليه الصلاة والسلام qui lui répondit je ne l'ai-tu donc pas Al-Qur'an est-ce qu'il y a un musulman qui ne lit pas Al-Qur'an la parole d'Allah ce message qui nous vient de notre créateur سبحانه وتعالى pendant Ramadan الحمد لله beaucoup d'entre nous ont lu Al-Qur'an mais aussi il est demandé de le lire et de le mettre en pratique après Al-Mur'an il lui dit سعر جمعيشان bien sûr que si et là la femme du prophète a.s. lui dit le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le Coran était le Coran ولمما أثن الله عز وجل لما مدح لما شكر رسول الله sallallahu alayhi wa sallam لماذا مدح كَتْرَ تَسْنِيَا كَتْرَ تَسْنِيَا كَتْرَ تَسْنِيَا كَتْرَ تَسْنِيَا قَالَ تَعَالَا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait l'éloge de son prophète alayhi wa sallam il lui a dit et certes tu es d'une moralité imminente وَكَنَدَ بِعَلَيْسَنِيَا في كثير من الأحاديث في كثير من كلامه عليه الصلاة والسلام يبين ويشرح أن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة العبادة والتقرب إلى الله عز وجل إذا لم تؤثر هذه كلها في أخلاقك فَإِنْهَا لِلْعِبَادَاتِ لَمْ تُحَقِّقَ الْهَدَفُ لَمْ تُحَقِّقَ الْغَايا مِنْهَا لَمْ تُحَقِّقَ الْغَايا مِنْهَا لَمْ تُحَقِّقَ الْغَايا مِنْهَا يُحَقِّقَ الْغَايا مِنْهَا أحبيل لَمْ تُحُقِّقَ الْغَايا مِنْهَا لَمَنْهَا نعم نربي كل واحد يعرف نفسه كل واحد له عيوب وأنا أولكم كل واحد له ذنوب وأنا ذاك الرجل نسأل أصفرنا أن يسكر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا فينبغي أن نربي أنفسنا على الأخلاق الفاضلة ونجعلها سلوك نتعامل به أعجبني قول أحد المشايح الحسنات التي نسعى ونجتهي في كسبها الحسنات سواء بالصيام أو بالصلاة أو بالصدقة أو بفراءة القرآن هذه الحسنات يوم القيامة حسنة واحدة تبخل بها ولا تعطيها لأبيك ولا أمك لكن تعطيها رغبا عنك لمن تعاملت معهم بالخلوق السيء اسمع إلى هذا الحديث عن أبي هرامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدون من المفلس والحديث معروف مشهور أتدون من هو المفلس الفقير لقيعماله قال الصحابة المفلس فينا من ناظر عمله ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة والصيام وزكاة لكن ويأتي وقد شتم هذا حتى في رمضان لا حول ولا قوة إلا بالله يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا بالكلف والزور والبهتان يكذب على الناس وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنته يا الله وزع الحسنة الآن يوم القيامة تحتاج الحسنة الواحدة حتى تراها فوق الميزان يأتوا هؤلاء الناس يأخذون حسناتك فيعطى هذا من حسناته فإن فانيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم يأخذ من السيئات تحاول الناس أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله أخذ من خطايا وزاكا وقام وصلا وصلا ورحمة في النار بسبب السورة والأخلاق الله أعطينا من النار والعالمين الحديث الواحد المسلم أحيان 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 الأسلام écoutez ce حديث كهي اشتركه يومو ها يريدون جعله في هذه الواقع الوصولة القناعة أيها المعيث قلت قليلاً سيديس له سيديس له سيديس له سيديس له سيديس لهو سيديس لهوه كامل شكراً للمخلص المغلية يقول يقول أنه يكون المنزل لله من يشاهده ، وهذا قد يمكنك من المهاضرة وبدأ الآن والتقليل يجب أن يترجع المنزل للعضرة مهلك سابقا جديد والسلام عالمي سبقهمه أن الله، والسلام والفاعدر يقولون ماليوزيون عمد أن يتعجب بسيطين وعندوقنا من أحدهم ان اتعجب بسيطين عندما كانت تتعجب بسيطين لأنه كان يجب بسيطين كان يجب بسيطين كان يجباً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال رجل يا رسول الله ان فلانة امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها تصلي كثيرا للمرأة تصوم كثير تصدق تصدق كثيرا غير انها تؤذي جيرانها بلسانها تؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار لا حول ولا قوة بسبب اللسان فقط هي في النار وقال يا رسول الله ان فلانة تذكر من ملة صيامها وصراتها وانها تصدق بالأتوار من الأبت يعني الجبل ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة اللهم جعل من أهل الجنة يا رب العالمين regardez ce hadith qui va nous confirmer le hadith précédent d'après Abu Hurair رسول الله عنه qui raconte qu'un homme questionera un jour le program عليه وسلم en ces termes que pensait d'une telle une femme qui réputait pour son grand nombre de salas de prières de jeûnes et de don mais elle cause du tort à ses voisins par ses propos par sa langue le provvedor رسول الله عنه répondit elle est dans le feu elle est dans le feu et l'homme demande alors et qu'on est-il d'une telle autre qui est plutôt connue pour son petit nombre de jeûnes d'aumônes et de prières elle donne seulement un aumône ses morceaux de fromage néanmoins elle ne cause pas de tort à ses voisins par ses propos et le prophète a.s.w. dit elle est au paradis hadith rapporté par Ahmed l'akhlaq l'akhlaq a.s.w. dit رضي الله عنه قال سعي رسول الله s.w. عن أكثر ما يدخل الناس الجنة شوف السؤال ما هو أكثر شيء يدخل الناس الجنة الناس يدخل الناس كلنا يدخل الناس الناس ما هو قال رسول الله صلى الله صلى الله وَحُسْنُ الْخُلَوْ صلى الله رسول الله عن أدخل شيء في الميزان أنت تريد أن يكون ميزان الحسنات تقيير يوم القيامة صح حتى لا تقاف تخيل هذا المنظر الرهيب يوم القيامة واقف الله عز وجل يحاسبك فيقول يا ملائكتي ضعوا الحسنات في كفة الميزان ضعوا سنعات هم الرجل وهذه مرأة في ميزان الأعمال وأنت تنظر إلى ميزان الحسنات عن يمين والسيئات عن اليسار وقلبك يتقطع خوفا من أن السيئات سوف ترجح سوف تدخل تريد أن حسناتك هي التي تكون تقيلة السؤال أي شيء سينتقل ميزان الحسنات قال رسول الله صلى الله ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ميشك فتر السلاط لتقل في ميزان وليسك فتر السيئة مطلوب كل هذا لكن حسن الخلق أثقل في ميزان سوف تقل في ميزان وعن جاب ابن عبد الله رضي الله وعنهما قال قال رسول الله صلى الله وسلم سوف تقل في ميزان 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذي يصطفى ثم أما بعد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يختار من أصحابه يختار من أصحابه أصحابه كثير لكن كان عليه الصلاة والسلام يختار من أصحابه من حسنت أخلاقه مع الناس من أجل أن يوكلهم على أموره لما يوكل شيء أمر كان رسول الله يختار ليس أي رجل إنما الرجل اللي عنده أخلاق عالية فإنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاد بن جبر رضي الله عنه إلى الجبل قال معاد تخيل سفير سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل كان معاد بن جبل رضي الله عنه فقال معاد رضي الله عنه كان آخر آخر ما أوصاني به في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرس لما الكب معاد فوق الجبل أو فوق الحصاب حتى ينشي إلى اليمن خلاص خلاص هناك عالية وسلم ينشي معه يودعه ويصيب ويقول كان آخر وصيبه لأنه بعدها توفي رسول الله رسول الله فقال يا معاد أحسن خلوقك للناس أحسن خلوقك للناس يا معاد رواه إمام مالك في الموطأ كأن عليه الصلاة والسلام يقول له يا معاد إنك ستذهب إلى قوم بعيدين منهم من يعبد الأصنى منهم أهل الكتاب من يهود ونصارى منهم المسلمون بابوهم وبابوه ويوبهم الأهسن خلوقك للناس 跟我عود ويق Pangino بابوه انتهام واعمال احسن الخلوقان ولم يعود ويسى بادخال كأنه أخبر صلىγο ويقول احسن خلوقك للناس هؤلاء معاد وياله صلى الله صلى الله عليه وسلم عندما يجبون أنت معرفة إلى مراهد ومن ثم أنت قد قد يكون بعد أنه مقاربه يقولون أنه يكون بحقك طبعه أو أنه يكون بحقك طبعه اشتركوا في القناة قلوبا بعضنا مع البعض تكون قلوب بين المسلمين متحبة صافية متراحمة وعندما تبتسل في وجه أخيك فقط الابتسامة قال نبيعي صلى الله عليه وسلم وابتسامتك في وجه أخيك صادقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطريق هذه الابتسامة وهادر حسن الخلوب يقعو من الله عز وجل موقع الاجر العظيم قبل أن يقع من موقعي أخيك أو في قلبه في قلبه أخيك أخيك في قلبه أخيك أخيك في قلبه أخيك أخيك في قلبه أخيك في قلبه أخيك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بحق نسأله سبحانه وتعالى في حتام هذه الخطبة أن يتقبل منا الصيام والقيام ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا عليكم وعلى أهاليكم وعلى أمة الإسلام جمعا اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال وصل اللهم وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا تقبل منا قراءة القرآن تقبل منا صدقاتنا يا رب العالمين تقبل منا دعاءنا تقبل منا صالح أعمالنا يا رحم الراحمين ربنا نسألك اللهم أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وتكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وأن تجعلنا عبادك الرشدين اللهم وهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال فإنه لا يهدي لأحسنها إلى أنت واصرف على سيئها فإنه لا يصرف على سيئها إلا أنت اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه تولنا في من توليه وباكلنا فيما أعطيه وإنه اصرف على برحم الكشر ما قضيه فإنك تقدم الحق ولا يبطى عليه اللهم لا تدعنا لا ثمان إلا غفرته ولا ثمان إلا خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مهتلا إلا عافيته ولا مريبا إلا شفيته ولا مريبا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضادلا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مؤمنا إلا تبتته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حقا إلا استخرجته ولا حاجة من حوائل الدنيا والآخرة فكفي أرضا ولا لا فيها الصلاح إلا أعنتنا على قضائه والسلطة هذا الرحمتك يا أقرم الراحمين الله محبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكذل إلينا الكفر والفسق والعسيان وجعلنا عبادك الراشدين اللهم أهل قلوبنا من النفاق أعمالنا من الرياء وأفسناتنا من الكذب وأعينا من الخيانة إنك تعالى مخائلة الأعيون وما تخفي الصدوء اللهم إنا نسألك من خيرك العظيم وفضلك العميم يا جواب يا كريم اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آتنا ولا تغثر علينا اللهم أكرمنا ولا تهننا واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك الرحمة الرحمين اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهدده اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهدده اللهم آت نفسنا قواها وزكيها أن تقرض من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإن عذاب النار ربنا نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول معمل ونعوذك من النار وما قرب إليها من قول معمل اللهم إينا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سقطك والنار اللهم وأصبحنا وأصبح إزواجنا ودورياتنا وردنا إلى ديني كارداً جميلة اللهم أهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق اللهم أهدي شباب المسلمين اللهم أهدي شباب المسلمين اللهم اجعل المهدى المهددين غير ضالين ولا مضالين اللهم أوفقهم لطاعتك واجلبهم أسباب صفرك واجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تيسر الامتحانات على أبنائنا وبناتنا الطالبة اللهم يسلهم امتحاناتهم يا رب العالمين الله موفقهم في دراصاتهم يا رب العالمين أن صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وسلموا بارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد ما أحط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وارضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير وقوموا يهنئوا بعضكم بعضا مبروك فقتل من بشاء الله وإذاك الله خير